بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله متتبعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معنا وصفة عن كروكي كروكي كلنا نحبوه مع الحديب مع القهوة فرحوا به ولدتنا ان شاء الله وش عنا في المكونات عنا رب حبت على البيض اكيد الدرج تحارة المطبخ عندي انا زجوم غير فتا الميزينا الي هي النشاء عندي كمية فرينا عندي وحدة خميرة وشوية العباني مغرفة العباني الي يحبه له يدير قشور القصي دير قشور برد القلبي ما في وقت البرد القليد يدير كما قلتكم وحدة الخميرة كاز زيت وكاز سكر وعدنا الجلجلين المعجون في الأخير لتزيين نبدأ بقلوسه على بركة الله نجيب الريسيبيون نضع القرصة على الملح نجيب البيض نضع البيضات نضع البيضات نضع البيضات نضع البيضات نضيف لكسات زيت نضيف لكسات زيت نضيف لكسات زيت لدينا الماء جيدا. كما قلت لكم مغارف. يجب ان يخفيف. أحبس الباتر. خلق الميزانة نعود كل الفارنة نضيف الفارنة قليلا نضيف الكيس نضيف الفارنة نضيف الفارنة نضيف الفارنة نضيف الفارنة نضيف الفارنة نضيف الفارنة نضيف النجدة سوف نقوم بتقريباً سوف نقوم بتقريباً سوف نقوم بتقريباً سوف نقوم بتقريباً احد كبير و احد صغير نضيفها في الطريقة نضيفها كلها و نضيفها حاول نديرهم كل جد بعدها هنا عندي نديرهم بمكان وين حنحط المعجون من بعد هنا حاجة تانية لفهمكم فيها كي تتعطو فلفور راح البلاسة هدير حتطلع حاولوا اضغطو عليها بحاجة اخرى هاك لا تعتعمدوش على اول مرة كي تشوفو هات البلاسة هادي طلعت طلو وعودولو هاك لكن جاكم سخون لشاب ملعقة صغيرة ولا اي حاجة هاك داب احنا نحطولو المعجون يجينا به يوبنين مازال سخون مازال سخون ما غير مزنين نحطو فيها لا نقطعوش دور يجب أن نقوم بسيطة جيدة سهل وصدقوني ومشي مكلف كما كيفو 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 زايد فيه المعجون وزايد فيه شوية جلجلانية كما تعرفوا الجلجلانية راح يصحيها بزر